كلما زادت حدة الخلافات بين شراكي العملية السياسية في العراق تباطأ سير عملية عادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات والتي تخطت نسبة مقاطعتها الثمانين بالمئة ومع تعظم الجدل السياسي بشأن تقاسم المناصب الوزارية بما فيها منصب رئيس الحكومة ينتظر المختلفون سياسيا عودة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني المجغول بمعارك سوريا إلى العراق لإنهاء الجدل وتوزيع المناصب فيما بينهم مشهد عام يفسر ما صرحت به مصادر قضائية لصحيفة العرب الجديد عن احتمال استغراق عملية العد والفرز نحو ثلاثة أسابيع أخرى بسبب إجراءات جليلة طرأت عليها ومنها إشراك وزارة الداخلية للتدقيق في أسباب كسر الصناديق المشمولة بإعالة الفرز فضلا عن تدقيق الأوراق المحشورة داخل الصناديق بشكل غير رسمي والتي تبين أنها بأعداد كبيرة جدا ولم تتوقف تداعية إعادة العد والفرز عند هذا الأمر حيث قررت مفوضية الانتخابات نقل الصناديق المراد تدقيقها من كافة المحافظات إلى بغداد بناء على أسباب وصفها المعنيون بالأمنية واستثنيت من قرار النقل محافظة التأميم التي تشهد جدلا سياسيا بسبب كمية التزوير التي اكتشفت فيها إضافة إلى حساسيتها من الناحية الإدارية والعرقية فعض الكتلة العربية محمد الجبوري يشير إلى نسبة عالية من التزوير شهدتها صناديق محافظة التأميم وعبر الجبوري عن خشيته من وجود صفقة بين الكتل السياسية لتمرير نتائج الانتخابات والمضي قدما بتشكيل الحكومة أما عضو الجبهة التركمانية أحمد أغلو فيرى أن يعادة نتائج الانتخابات في التأميم ستؤدي لخسارة الأكراد ثلاثة مقاعد نيابية وأمام هذا التعقيد تسعى الكتل الفائزة بنتائج الانتخابات إلى تهيئة الأجواء السياسية استعداداً لأي سيناريو من شأنه أن يعيد خلط الأوراق ويفقدها بعض الحصص التي حصلت عليها بالتزوير الانتخابي كما تبينه الوقع